سيجرك يساوي نالده يعرف انت النفس كده لما بتقعد تقولك ايه تخدت القرار غلط تخدش مفوت تعمل كده ندمان انه ما راحش في منشستر سيتي فرقة بتاخد بطولات بتعمل انجازات بتسجل اهداف كتير المهاجم اللي بيلعف في منشستر سيتي ده بيسجل كتير فهو عينه على هاند وعمال يسجل عينه على منشستر سيتي وعمال ياخد الدور يعينه يعني زعلان ندمان انا ما اكفي ده يا كريم بس هو لو ندمان على حاجة ندمان هو مش من را مدريد انما هو ما كانش يقدر يلعف منشستر سيتي وما كانش يلعب يلعف منشستر سيتي اكتر من السنة اللي فات بس عمره تقدم بشكل كبير البرفورمانس بتاعته الوركريت بتاعه ما بقاش زي الاول خلاص الكريم فيه كور كتير جدا منشستر نايت انت عارف طبعا بيسيب الاستحواز وبيلعب على الكونتر اتاكس كان فيه كور تيجي لكريسيان اولدو نص الملعب لو كريسيان اولدو بس من 3-4 سين كان ياخد الكرة ويزق ويعدي بسرعيته ولا اي حاج بياخد الكرة ويقف كأنه محطة لحد محطة من الاتنين وينجا تطلع عشان يسند عليه فهو ما بقاش قادر هيدي مشكلة كريسيان اولدو خلاص العمر خلاص هو مش ميصدق هو مش ميصدق كبير 38 سنة وبعدين هي كانت قوته فين قوته 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 البدنية هو اسطورة تاريخية مش هيجي زيه في العالم ولا في التاريخ في القوة البدنية فانت قول ما بتبدأ تفقد الحتة دي خلاص زي ميسي دوقتي بيقف تشوف ميسي بيلعب بيلعب على الواقف بيطلع باسي شوت شوتة بيروق على اللعيب اللي حواليه وبيلعب مباريات بيمتع نفسه اولا عجبتنا انا بيروع علينا ايضا كريم ميسي متعة كروية رهيبة انا بقعد اقول امبابين متاخدوش الكرة وتزودوها وترقصوها وتزنوها يا جماعة دول الكرة هو هيصياتك هو هيصياتك عاملك تشيب هيديك شروف باس هو كده كده هيصياتك وده اللي شفناه السنة